اللهم ارزقنا راحة تملأ النفس ورضا يمحو الهم ورزقا يقدد دين وزفاء يعلو الوجه وعافية ترفع البلاء اللهم ارحم واغفر لمن تمه اضطراب اللهم امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلين فيكم حبيبي اه طبعا اليوم السابع من اه رمضان اه رح نعمل معكم اه وصفات ان شاء الله لافطارنا السابع والافطار السادس طبعا كنا معزومين فراح نزللكم باخر الفيديو صور العزومة عندو اخد زوجي الله يعطيها الصحة يا رب اه كانت لما وجمعة كتير حلوة وافطار كان ما شاء الله يعني اه كان حلو والحمد لله انبسطنا كثير بهذه الليلة طبعا هون زي ما انتوا شايفين بقطع بالخضار عندي هون تكريبا استخدمت حبة من الكوسة البدلي البلدي حبة جزر حبة بطاطا اه كنت فارما كمان بصلة فارم ناعم ورح افرم كمان سنثوم اه كبير اه طبعا رح نعمل الشوربة رح نعمل شربة خضار بالكريمة مع الدجاج شوربة جدا لذيذة وخفيفة ويعني الشباب بحبوها كمان اه تغيير اه اصناف شوربات برمضان اه عشان ما يملوا من الشوربات طبعا جبت هون تنجرة حطيت فيها تكريبا اه تكريبا اربعين قرام او ملعقتين كبار من الزبدة اه تكريبا ملعقتين زيتين من الزيتون بحب انا اضيف الزيت مع الزبدة علشان الزبدة ما تنحرك طبعا اه بس تبلش اه نذوب الزبدة طبعا رح نبلش نضيف اه البصل والثومة نحوسهم شوية اه مع الزبدة الشوربة هاي كتير كتير طيبة اضيفوا لها الزبدة وتحرصوا ان الزبدة تكون من النوعية الكويسة نوعية المنيحة مش المهدرجة ضيفنا هون البصل والثومة وبلشت اه احرك فيهم مع الزبدة والزيت اه طبعا بدي ايهم يتذبلوا تذبيلة بسيطة يعني ما بدي ايهم ياخدوا اللون ذهبي بس هيك اشي بسيط بعدين بدي ابلش اضيف بالخضار على البصل والزبدة اه الشوربة هاي طبعا بصراحة انا اول مرة بجربها وكثير كثير حبناها ولادي حبوها وانا متأكد انها اه وصفة الشوربة راح تعجبكم كمان راح انزل الوصفة فيديو لحالها علشان للناس اللي بيبحثوا عن الشوربات اه مشان تطلع لهم الوصفة حبايبي اه اذا وصلتوا لهون في الفيديو ما تنسوا تدعموني باللايك لو سمحتوا اه طبعا هلأ اضفنا الخضار اه راح نحرك الخضار نشويحها شوية اه مع البصل والزبدة اضفت هين كمان شوية زيت اه زيتون اضفت ملعقتين من الطحين حركتهم مع الخضار طبعا اه بعد ما حركناهم هلا راح اضيف عليهم البهارات اضفت هون اه ملعقة صغيرة فلفل اسود ملعقة من الملح ملعقة صغيرة من الحبك الناشف او الاوريجانو طبعا هون اضفت عليهم شوية مية راح احركهم هلا مع المي وكمان راح اضيف عليهم تكريبا اه كاسة او مقدار كاسة اضفت من الحليب اه طبعا حركناهم مع بعض ورح اغمرهم هلا كمان اه بالمية اضيف كمان مية وبعدين راح اترك الخضار تستوي شوربة جدا لذيذة اه كمان راح اضفلها لما تكرب على الاستواء راح اضفلها كمان تكريبا نصف كاسة من كريمة الطبخ طبعا اه كابل ما تستوي باكم من دقيقة وهيك بتصير عندي الشوربة جاهزة الشوربة طيبة وسهلا نحضرها في البيت اه اللهم صلى على سيدنا محمد طبعا هون غلت الشوربة وقربت على الاستواء عند دجاج كنت سالكيته ومقطعيته اضفته تمكتر تكريبا كوب اضفت كمان شوية باكدونس اخضر بيعطيها طعم وشكل حلو كمان منظر حلو راح اخليهم يغلوا غلوتين مع بعض وبعدين بتصير عنا الشوربة جاهزة اضفت لها كمان مكعبين زغار من الماجي المفروض ضفتهم اول ما حشت الخضار فعاودت ضفتهم قبل ما اطفع للشوربة بمقدار خمس ذكايك ضفت هنا تكريبا نصف كوب من كريمة الطبخ حركت جميع المكونات مع بعض وهيك صارت معاي الشوربة جاهزة ما شاء الله شوفو هالشوربة كثير كثير اولادي حبوها طبعا فيكم تحطوا الخضار الموجودة عندكم طبعا خضار مفرزة مع بعض يعني اي نوع خضار فيكم تضيفوه وتتبعو نفس الوصفة طبعا رح نعمل اليوم وصفة التشيكن تندوري طبعا رح نشوي بالفرون طبعا انا اليوم نزلت التشيكن تندوري اللي متبليته معاكم بالتفريزات الدجاج قبل رمضان نزلته من الفريزر طلعته لابين ما فكوا جبتهن صنية وعليها الشبك طبعا غلفت الشبك بالكسدير هلا رشيت الكسدير بشوية بام او الزيت لسبري وبلشت اصف بوراك الدجاج اللي متبالين وجاهزين عليهم التتبيلة شوفوا ما احلاهم كثير كثير بريح ان يكون عندك الاشي متبال وجاهز بالفريزر بمجرد بس تخليه فيك وتحطيه بالفرون بسهل عليك طبعا التقطيع التنظيف تعمل التتبيلة وتستني عليها كثير كثير بريح طبعا غلفت وغطيت بوراك الزبدة بالالومنون فويل ودخلت الفرون على درجة حرارة 450 فهران هيد طبعا بهاي الاثناء هل يعني انا بدي اعمل كمان صحن بابا غنوج كشرت البيتنجان طبعا بابا غنوج فينا نستخدم البيتنجان كذا طريقة انه مثلا نشوي نسلكه نكشره او بنخليه بالكشر هنا انا عشان اسهلي كشرته وعملت فيه فتحات وحطيته بوركة قصدير رشيت عليه رشية زيت ورح اغلفه بالكصدير واحطهم بالفرون لبين ما يستوا معي هيك بسهل علي عملية التكشير بس انه بمجرد مستوع هبلش اشتغل فيه طبعا حطيتهم بالفرون الفرن طبعا عندي مولع وفيه الدجاج رح حطهم في صنية وحطهم على طبقة الثانية اخليهم يستوا طبعا هون بعد مستوع البيتنجان شوفوا كيف هالطريقة سهلة لابدكم تستنوا علي لا يبرد او يتكشروا يكون سخون ويغلبكم لا هيك طريقة جدا سهلة جبت الهراسة بلشت اهرس فيهم ضفت عليهم هون الاطحانية اه ورح اضيف كمان ملعقة من الثومة المهروسة اه اللهم صلي وسلم على سيد محمد رح اضيف عليهم كمان رشة من المليح والليمون طبعا ضفت اه عصرت عليهم تقريبا عصير اه ليمون او نص ضفت هون الملع هون عصرنا الليمون طيب كثير الببغ النوج اه جنب الجاج المشوي وكمان برمضان طيب كثير الاشياء هاي المكبلات والسلطات كثير طيب بتكون موجودة اه عطا ولتنا اه مع الاكل هيك صار عند الببغ النوج جاهز ضفته في الطبك التقديم طبعا رح ازينه بشوية سمك اه وكمان بزيت الزيتون طبعا انا كمان ضفت له تقريبا ملعقتين بقدونس مفرومين خلطهم معه كثير كان طيب وهيك صار عندنا طبك الببغ النوج جاهز كمان انا عملت سلطة اخيار باللبن ضفت الاخيار على اللبن حطيت كمان ملعقة من الثومة اه تقريبا ملعقة ونص او ملعقتين كبار اه من النعناع الناشي فرشة ملح وهيك صارت معانا صلطة الخيار باللبن جاهزة رح احطها بالثلاجة طبعا لوقت موعد التقديم بتطلعها اللهم صلي وصلم على سيدنا محمد حبايبي اذا توصلتوا لهون ما تنسوني اللايك هاتشير لايك انسبسكرايب فعلوا الجرس شاركوا الفيديو مع اصحابكم مع اهلكم مشان يرتفع الفيديو وينتشر هنا هلا بدي اعمل الرز الرز التندوري طبعا جيبت طنجرة فيها زيت نباتي اه كنتم بارشة جزرة نسحبت بندورة مفرومة اه بصل صغيرة مفرومة وعندي ملعقة من الثومة او ملعقة من الزنجبيل المفروم اه ضفت البصل والثومة والزنجبيل كمان ضفت الفلفل الحار عليهم ضفت هون الفلفلة اللي ملونة رح نخلط جميع المكونات هاي مع بعض رح ابلش اضفلها البهرات ضفت هون تكريبا ملعقة صغيرة من البابريكا رح اضيف تكريبا اه ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ضفت الملح اه ضفت كمان هون اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اه البندورة طبعا قطعت مس حبة كبيرة او حبة صغيرة مفرومة ناعم اه وضفت كمان عليهم اه ضفن الزنجبيل بيعطيه طعم كتير طيب طبعا رح نحرك جميع المكونات هاي مع بعض وضفت بهار التندوري عندي ملعقة صغيرة برضو اضفتها اضفت كمان مكعبين من الماجي رح نحركهم مع بعض طبعا ونملح ورح نضيف الرز طبعا انا كنت ناكعة كاستين من الرز اليسمين اه اذا عندكم رز بسمتي استخدموا رز البسمتي يفضل احسن للرز التندوري انه يكون بسمتي بس انا كان عنده رز اليسمين فاستخدمت الياسمين برضو حبته طويلة وكثير كثير طيب ضفت هون كمان الجزرة المبروشة على الرز ورح احرك جميع المكونات مع بعض ورح اترك الرز يستوي على راحته شوفوا ما احلى الالوان ما شاء الله الوان حلوة جميلة ضفنا هون الماي هلا رح اغطي عليه واترك يستوي تكريبا يعني الجاج عندي استوي ضل انه ادهنوا بالخلطة اللي عملتها اللي هي عبارة عن ملعقتين من اللبن الزبادي تكريبا ربع الملعقة من ملون الاكل اللي هي بودرة غروب الشمس بتعطي لون كثير حلو وضفت كمان تكريبا ملعقتين كبار من زيت الساتون ونصف عصر الليمونة وحركت جميع المكونات هاي مع بعض ضفت كمان ملعقة كبيرة من الكتشب وشوفوا ما احلى الالوان طبعا مندهن وراك الدجاج مندهنها بهاي الدهنة اللي عملتها وطبعا بعديها رح نحطها تتحمر تحت الشوايا ما شاء الله طعمهم كان جدا كثير رائع طبعا بعد الافطار وقت الافطار ادوقناهم كانوا محمارين ومستويين والجاج من متنهنه يعني على الاخر اللهم صلي وصلم على سيد محمد انا حطيتهم تحت الشوايا بهاي الاثناء بدي اولع على فحمتين او ثلاث علشان بدنا ندخن الدجاج وندخن روزة تندورة حطيت الفحمات على راس الغاز بس اذا عندكم ايش اسمه الغاز او الاشي هذا اللي خصوصي للفحم بتولعوا في الفحم على الكهرباء بيكون احسن ما نستعمل الغاز بس انا ما كانش عندي فاستخدمت الغاز عين الغاز فجبت وركتين من الكستير عملتهم هيك زي صحن وضفت في كل وركة شوية من زيت الزيتون علشان بدي اوضع الفحمات فيهم وندخن الدجاج وندخن الرز طبعا هون تكريبا ان الدجاج تحمر عندي خلينا نشوف الدجاج كيف صار ان شاء الله شوفوا لي هالمنظر عن جد انه بيفتح النفس بشهه طبعا هذا الحكي قبل وقت الافطار بتكريبا نس ساعة طبعا كمان ابني اجا واخد الو لاخوه الفطرة لانهم بالمحل طبعا بيشتغلوا فاجأ اخد الو سكبت له الى ولا ابن الثاني الله يرضى عليهم الحمد لله طبعا بصوهم ومشاء الله عليهم اه تغطينا هون اه حطينا الفحمتين في اه الكزدير وحطناهم في عند الدجاج وكبرنا الدجاج علشان الدخان ما يطلع بره نفس الشي رح نعمل بالرز ضفت هون هلا رح اضيف الفحمة واغطي التنجرة علشان الدخان ينحبس ويعطينا طعم طيب للرز اه بهاي الاثناء لسه في معانا وقت حكيت في عندي شوية فواكه طبعا ولادي اذا انا ما شرحت الفواكه في رمضان مش رح يتطلعوا فيها عندي منجة طبعا جبتها شرحتها وعملتها اه بهاي الطريقة ورح اقدمها بهاي الطريقة هيك السهل انهم يتناولوها اه وفيكم كمان تتناولوها بالملعقة تتركوها هيك وتتناولوها بالملعقة اه اللهم صلي على سيد محمد طبعا انا اطيب شيء المفضل عندي بحبة المنجة اللي هي البزرة دايما بحكي لهم خلولي البزرة اه وناس كتير اكيد زي بحبوها برضو اه طبعا عندي كمان بطيخة صغيرة رح اجرب حطي اشوف اذا طلعت زاكية ولا لا او حمرة او لا ما شاء الله طلعت حمرة وكمان طعمها كان طيب اه طبعا البطيخ لسات وهو نزل بس لساتها اول نزولة طبعا بكونش يعني طعمه كثير طيب زي ما يكون وقته البنزبوت فبرضو شرحتي لهم البطيخ بهاي الطريقة وطبعا عندي كمان شوية تعني بحطيتهم طبعا هلا صار وقت السكب ووقت تحطير الطاولة اه هون بلسنا نسكب بالشوربة صراحة انا تقريبا شبعت من صحن الشوربة من كثر ما كانت كثير طيبة حبيتها فاكلت على الخفيف طبعا هو اهل صحن الشوربة قفيت شي طبعا برمضان هنا الرز ما شاء الله بشه كان رح اسكبه في الصحن ورح اسكبه بالدجاج طبعا طبعا الرز البهرات اللي فيه والخضار اللي فيه جدا مفيدة فهذا بساعد انا يعني نستفيد اولادنا يستفيدوا من الخضار بهذا الطريقة طبعا طبعا سكبنا الرز وهلا نفس الشي رح نسكبه بالدجاج اعماله في رمضان طبعا يعني بالزبط عقد ما بتتناول علشان ما يضل لثاني يوم وفعلا انا يعني عملت عقد ما منتناول سبحان الله كمان ضل منه لثاني يوم لازم حتى لو بنعمل كميات صغيرة الا يزيد في رمضان طبعا احنا امبارح ما صورتلكم افطار اليوم السادس كنت معزومة عند اخد زوجة اللي يعطيها الصحة والعافية ما شاء الله بيتها كان عامر وكان مليان فافطرنا عندها عشان هيك ما نزلتلكم افطار اليوم السادس حكتلكم اني اذا لما بنزل الافطار يوم من رمضان بكون معزومة او بكون عندي شي طبعا هون ما اطيب شي كست الشاي بعد الافطار او الكهوة هون حبايبي تقريبا قرب بينتهي الفيديو بس هلا طبعا جوزي بحب يشرب الشاي في المقات ما بحب يشرب في الكسات هدول فعملت له بالمق هون ما شاء الله بناتها اولادها كانوا موجودين اخد زوجي طبعا والكل جايب معات احلا في الكنافة والكلاج والكطايف انا عملت عوامة وعملت المغلي الكراوية اه كانت جمعة ولما افطار كثير جدا شهي ما شاء الله شوفوا صفرتها شو عاملة العدد كان كبير ما شاء الله يعني كانت عاملة اكل واشياء كثير طيبة وشهية الله يعطيها الصحة والعافية وان شاء الله رمضان مبارك علينا وعلى الجميع يا رب بيكون بخير وبركة يا رب العالمين وحبايبي رح عن هالفيديو هون شكرا للكم واستنوني بوصفات وفيديوهات جديدة باي باي اشتركوا في القناة